بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأشرفان الأعطران على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول جل وعلا لسيدنا رسول الله في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم ورحم الله من قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وقال الفيروس أبادي رحمه الله اعلم أن الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن المؤمنة ليدركوا بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ما أحوجنا أن نعود إلى أخلاق رسول الله ما أحوجنا أن نربي أولادنا على القيم المجتمعية الأخلاقية حتى يخرج الأولاد نافعين لدينهم ولمجتمعاتهم ولأوطانهم من هذه القيم المجتمعية المهمة أن نغرس في نفوس أولادنا وبناتنا قيمة التعاون أن يكونوا متعاونين فيما بينهم قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أن نغرس في نفوس أولادنا وبناتنا أن الغنية يعطف على الفقير وأن السخية يعطي المحتاج وأن للناس علينا حقوق أن نغرس في نفوسهم أن حوائج الناس إليهم من منن الله عليهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لسائل لا صلى الله عليه وسلم ما قال لا إلا في تشهده لو لتشهدوا كانت لاؤه نعم كان يأتيه السائل فيعطيه ثم يأتيه فيعطيه فيعود السائل إلى قومه ويقول أسلموا جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر من القيم المجتمعية الأخلاقية التي نحتاج أن نغرسها في نفوس أولادنا وبناتنا رعاية الأرامل والضعفاء والفقراء والأيتام قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه بالسبابة والوسطى أن تعطف على طفل يتيم أو على طفلة يتيمة إن أردت أن يقضي الله لك حاجتك وأن يحقق لك سؤلك وأن يلين قلبك امسح على رأس اليتيم لأن مزحك على رأس اليتيم يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويجعل اليتيم يشعر بالشفقة والرحمة وهذا ما أمر الله به نبيه في القرآن فقال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث من القيم المجتمعية أيضا التي نريد أن نغرسها في نفوس أولادنا وبناتنا قيمة الإيثار أن نخلقهم على الإيثار أن يعطوا وهم يملكون العطاء قال جل وعلا مادحا الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أن نحقي لهم ما فعله الأنصار مع المهاجرين هذا سيدنا سعد بن الربيع من الأنصار وهذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين آخى النبي بينهما فقال سعد بن الربيع لأخيه بن عوف هذه داري وهذه تجارتي وهذه أموالي أقسمها بيني وبينك نصفين فما كان من المؤدبي ابن عوف الذي تربى في مدرسة رسول الله إلا أن قال له بارك الله لك في أهلك ودارك ومالك وتجارتك دلني على السوق فذهب وباع واشترى وربح حتى صار من أغنى أغنياء المدينة المنورة هذه قيم الإسلام وهذه أخلاق خير الأنام لسنا في أزمة أرزاق ولكن الأزمة الحقيقية في الأخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وخلقنا بأخلاق رسول الله اللهم أمين يا رب العالمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته اشتركوا في القناة